شهر جديد أصدقائي وتطبيقات جديدة وأكيد معنا اليوم تطبيقات الآيفون شهر عشرة عنا مجموعة من التطبيقات المتميزة والبداية أصدقائي مع أول تطبيق هذا التطبيق لمحبين بسكينشوت اللي بياخدوا لقطات للشاشة لكن بيحبوا يستعملوها بطريقة احترافية فهذا التطبيق أصدقائي عسبين مثال لح أرجع أخذ لقطة للشاشة بهذا الشكل شايفين صارت عندي الآن بدخل على التطبيق ومن هذا التطبيق وأختار شاشة أنا أعتبروني أخذتها هذا هي نفسها الآن بتبلش تتحكم فيها بالطريقة اللي أنت بدكها مع سبيل المثال بدي أحط لها أنا خيال بهذا الشكل بدي أغير حجم أو الزوايا تبعها بدي هون أضبط الحجم تبعها أصغرها أكبرها أو حتى هون إحنا فينا نغير الحجم على الصورة المربعة رح تطلع الصورة بهذا الشكل المربع الآن شو فائد هذا الشغل إذا أنت بتحب تأخذ سكرينشوت وتعمل شي مرتب ترسله لأي حدا فهي الطريقة بتخليك تعمل فعلا سكرينشوت يعني بطريقة احترافية وتصمم أكثر من صورة تحطهم جنب بعض وهيك أنت بتكون صممت شي احترافي بإنكانك ترسله لأي حدا بطريقة سهلة وجميلة أما تطبيقنا التالي أصدقائي واللي هو تحت اسم تيستو اليوم قسم كبير مننا أكيد بحاول أنه يشتري هواتف الآيفون المستعملة كثير ممكن أنت تكون يعني ممكن توثق بالشخص ممكن توثق بالكفالة لكن الأهم أنك تفحصوا بهذه الطريقة هذا التطبيق يعني فيه قسم مجاني فيه قسم مدفوع بيعطيك فحص لكل شيء أنت محتاجه بالهاتف فع سبيل المثال من هون فيك تشوف أنت الشاشة فيك تشوف الفيس اي دي يعني كيف مثلا متى ما ضغطت عليها رح حكي لك مثلا تأكد من اللمس أنه عندك كل مكان ما في عندك أي مشاكل فأنت هون تعرف أنه ما في عندك أي مشكلة بالشاشة من ناحية اللمس الفيس اي دي بصير يقفل ويفتح وإلى آخرية طبعا في عنا قسم مدفوع من هون بصير يفحص لك أيضا البطارية ممكن يفحص لك الانترنت يعني في عنا كثيرة طبعا فحص البطارية ممكن ياخذ وقت أيضا فحص الانترنت ممكن ياخذ وقت لكن نتائجه مية بالمية مضمونة أصدقائي فتأكد أنك تختار أو تنزل هذا التطبيق حتى تفحص الهاتف يعني اللي بدك تشتريه يكون مستعمل أو حتى أنت إذا بك تبيع ممكن تعمل هذا الفحص وتحط هاي تاخذ سكرينشوت تحطها كمان يعني بحيث أنك تكون صادق للشخص اللي بده يشتريه منك تعطيه الفحص كامل لكل شيء طبعا أي فحص رح يكون صحيح رح يحط عنده هاي الشاشة هون للشاشة هون للرجاج هون للجي بيس مايكات كل شي بدك يا أصدقائي ممكن من هون أنت تعقله أما تطبيق الثالث أصدقائي لمحبين الموسيقى لكن بطريقة شوي مختلفة عندنا تطبيق وان ميوزيك لو ضغطنا عليه رح يسألك أنه بدك الموسيقى الموجودة بهاتفك أو بدك تروح على سبوتيفاي حسب أنت وين يعني المكان المفضل إليك لو ضغطنا على الموسيقى الموجودة وعلى الهاتف يعطيه الانصلاحيات بهذا الشكل وبتعمل عفوا بتشغله بهذا الشكل الآن ميزة التطبيق أنه بيعطيك بالنسبة للناس يعني اللي لحقوا هذا العصر الذهبي المشغلات القديمة حسن بمثال هذا بيشبه الووكمان وهون عنا بكل أشكالها طبعا راديو قديم ووكمانات مسجلات فعندك كل شيء الايبود طبعا فهي المشغل القديم فهي الفكرة منها رح يشغلك نفس أغانيك الموجودة عنهم لكن بأكد هاي المشغلات القديمة فحسن بمثال هذا هو كل شيء من هون عندك أنت شغال هذا الشكل كبسات كلها تفعلي طبعا موضعنا الصوت فشيء يعني أيضا جميل وهو ما فيك تروح للميوزك إذا حاب تشتري أي شيء حركة جميلة أصدقائي بالنسبة لهم وحبين الأغاني بنصحكم بهذا التطبيق إذا حابين تحصلوا على شيء جديد أما تطبيقنا الرابع أصدقائي يعني تطبيق يعتبر هو فيه نوع من التسلية يعني ففلويد واحد من أكثر الأشياء الجميلة ممكن تعملها على شاشة هاتفك المتميز شوف الجمال أصدقائي شاشات الأوليد بتقدمنا تجربة رهيبة طبعا عبارة عن لعب الإضاءة والألوان بهذا الميكس العجيب الرهيب استجابة لأصبع هين لثلاث أصابع لأربع توقع لحد عشرة يمكن في الاستجابة رهيبة جدا طبعا ما عجبك بتروح من هون أيضا فيك تغير عنا أشكال كثيرة في قسم مدفوع أيضا فيه في قسم لا فجميل هذا التطبيق يا جماعة نسلوا وجربوا بيسلي يعني طبعا من هون انت فيك تدخل تغير أشياء كثيرة بحكي لك فيه شوف هذا القسم المجاني لحاله يعني قصة كبيرة فبالك المدفوع طبعا بتصير تعدل على كل شيء طريقة الإضاءة الحركة مدة الإضاءة جميل نزلوا وجربوا أصدقائي الآن محبين الخصوصية محبين الأمان محبين التصفح بدون أي مشاكل استخدام الإنترنت هذا التطبيق بنصحكم فيه بشكل كبير هو طبعا متصفح عادي لكن اسمه بروفاسي لكن فكرته أنه بيعتمد على الأمان بشكل كبير فبيبدأ من لحظة الدخول إلو راح يطلب منك الفيس آي دي نفتحه بهذا الشكل بعدين في عندك هون خمس صفحات حط لك ياهم الأساسية طبعا نسموه فاتحوني شيء لو رحنا على الإعدادات راح نشوف أنه فيه طبعا فيك تروح لا أكيد تحدثوا القسم المدفوع عندك هون فيه كليير تابس بمسح لك كل شيء عندك هون شيء اسمه بيرن افريثينج بمسح كل بيانات التصفح طبعا هذا التطبيق الفكرة منه متى ما طلعت راح يمسح كل شيء ما بترك أي أثر وراك فما في داعي لا تشيك ولا تأكل هم ولا تفكر بشيء متى ما طلعت راح يمسح لك كل شيء كان خلفك درجة الأمان فيه بالتصفح أيضا تعتبر نوعا ما جيدة لكن درجة الأمان الأعلى هي حفظ بياناتك وعدم يعني أنه ترك أي أثر وراك هذا أهم شيء وأنه القفل يعني بيعطيك هذا الشيء فأنت أول ما تدخل تأكد أنك تكون هاي اللوك أبليكيشن عاملها من هون تروع الإعدادات بتفعلها هاي بيكون مطفية فالآن يعني راح تلكفل منه شخص يصار يفتح طبيعي انت عطول خليها شغالة هيك أصدقائي احنا بنكون حكينا عن تطبيقاتنا وضل عنها آخر تطبيق من التطبيقات يعني القوية جدا ومتميزة لهم وحبين التصوير فيلميك برو إذا بتسألني عن تطبيق واحد للكاميرا لكل شيء يعمل لك كل شيء بحكي لك فيلميك برو يعني يا جماعة كمية الأشياء اللي ممكن تتحكم فيها بهذا التطبيق بصراحة لمتناهية يعني تصوير احترافي لأبعد الحدود ما في أي شيء ممكن يتفوق عليه طبعا متحدد لأو شيء دقة من هون طريقة التصوير الأوديو كل شيء بالدكية موجود هون طبعا الأكيد طبعا موضوع الوايت بلانس الألوان مهما حكيت لكم عنه ما بخلص وأعظم تطبيق لحد الآن نعمل من ناحية يعني خلينا نحكي الكاميرا الاحترافية هيك يا صدقائي حكينا عن تطبيقاتنا لليوم أي سؤال أي سفسر أو أي اقتراحات لتطبيق كتبوا ليها بصندوق التعليقات جميع التطبيقات موجودة بصندوق الوصف الفيديو منقطع وروابط كلتها نعم مثل ما حكينا موجودة إذا أي رابط ما لقيته موجود إمكانك تروح تكتب اسمه التطبيق يعني بنفس المتصف نفس الأب سور رح يطلع لك فالعملية بسيطة وسهلة كتبوا لي أكثر تطبيق عجبكم واستفدتم منه إن شاء الله هاي سلسلة أصدقائي شهرية رح تكون موجودة فإذا في عدكم كتير رح تعطونا إياها لا تنسونا بسمرار ونلايك ونشارك الفيديو مع أصدقائكم وأكيد يعني إذا مو مشتركين بالقناة تأكد أنكم مشتركين كاماك عبيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته